ما يكتفي بالبقاء على الأطراف ولكن كيف ذلك وقطرات الرحيق الشهية عند قواعد المسننات الطرفية؟ وخير سبيل للوصول إليها هو من الداخل حيث توجد شعيرات الإنذار الحركي حذار من تحريك الرجل اليمنى ها هي الآن تلامس الشعيرات مرة؟ وكم يود المرء أن يقول لها طير لكنها الآن تسير فوق الشعيرات بكل بساطة مرة ثانية كل من يلامس الشعيرات مرتين يلقى سوء المصير ويستثنى طبعا من كان ذا رد فعل سريع كهذا الدبور ينغلق مصرعا هذه المسيضة خلال عشر ثانية فقط ويظل مكفلين طيلة أسبوع أو أسبوعين تتم فيهما عملية الهضم وتستفيد بقية أوراق النبتة من هذه الوجبة الدسمة فالورقة الخلفية اليسرى مثلا تنمو بصورة ملحوظة في هذه الأثناء لا يتبقى من الحشرات إلا دروعها الصلبة كما تتوقف شعيرات الإنذار الحركي عن العمل خلال هذه الفترة تنخلق مصاريع هذه المصايد خلال عشر ثانية فقط ولا يعرف أحد حتى الآن كيف يتقوم بذلك غير أن من الثابت أنها لا تفعله بكوة العضلات إذ ليس للنبات عضلات فهي تستعين على الحركة بضغط الماء تضخه في خلاياها حتى تنتفخ مثل البالون ثم تسحبه فترتقي ها هو أنموذج بسيط لمصيدة خناق الضباب مصنوع من حاويتين للبيض وقد جعلناها مرنة باستخدام المطاط وها هو البالون لسقناه على الظهر بكل بساطة فعندما ننفخ فيه ونرفع الضغط تنتفخ المسيضة لكنها سرعان ما تقفل إذا فرغنا منها الهواء أو الضغط بالأحرى إن مسيضة خناق الضباب الأصلي تعمل وفق مبدأ شبيه بهذا ولكن ليس بهذه الصورة البدائية شكرا للمشاهدة